سؤال أريد منك إجابة سريعة لو سمحت المستويات العربية برأيك والأسيوية خصيصا هل باستطاع أن تنافس بشكل عام في بطولة العالم كل ما نتمنى كل سنة أن يكون هناك منتخبات أسيوية عربية في المقدمة في الماضي أظهروا قدرتهم على ذلك في تونس تونس كانت في المركز الرابع وأعتقد أن مستوى كورة اليد في هذا الجزء من العالم تتطور بسرعة كبيرة في المستقبل يمكنهم أن يكون بنفس المستوى في أوروبا حميد في القريب العاجل بعد أيام معدودة بطولة أفريقيا أيضا ستدخل على خط المنافسة أيضا منتخبات الأفريقية لها فرصة بالدخول نعم غدا نستبدأ البطولة الأفريقية وتكون على البيئين سبورت مباشرة حصريا فهذه معلومة لمتبعي بطولة أفريقيا في أفريقيا وفي آسيا وكذلك في شرق الأوسط فأعتقد أن الفرق العربية الآن أصبحت تنافس الأوروبيين شاهدنا المنتخب التونسي أو الأمس فازل المنتخب الألماني وتعادل معه مرة واحدة والمنتخب القطري فازل المنتخب النرويجي وتعادل المنتخب الدنماركي فأعتقد أن المنتخبات الجزيرية العربية لديها حدود كبيرة التي كانت تنافس الأوروبيين نعم شريف المجموعة الأولى الباتر جوان تونس مصر سينيجال كاميرون جابون ليبيا المنتخب المصري يقبع في هذه المجموعة برأيك المنتخب المصري يعمل إعداد كويس جدا تعادل مع روسيا وتعادل مع البرازيل هو خسر من أسبانيا فرق خمس أدف خسر من السويد فرق هدفين أعتقد أنه ماشي على خطة سابتة اللعيب صغيرين لكنهم عندهم طموح أنهم ينفسوا وأنه يحققوا اللقب الأفريقية إن شاء الله نعم شكرا لديوك في الكرام في فقرة كرة الياد التي دائما تكون سريعة كل الفقرات لنستطيع أن نحصل على كل ما لدينا من أخبار وطبعا بعد الفاصل سنتابع أخبار جديدة ومن أهمها